أشهد وفد البرلمان الأوروبي الذي قام مؤخرا بجولة في الشرق الأوسط شملت المملكة العربية السعودية والكويت وإيران بجهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجبر الصباح حفظه الله ورعاه في حل الأزمة الخليجية وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن وفدا من أعضائه برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية ديفيد مكالستر قام بهذه الجولة في الفترة من 11 إلى 15 من الشهر الجاري وأضاف أن الوفد قد استقبله خلال زيارته إلى دولة الكويت سمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجبر الصباح حفظه الله وأشهد الوفد وفقا للبيان بالجهود التي يبذلها سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتعزيز الاستقرار بالمنطقة وأذكر البيان أن الوفد هنأ دولة الكويت على استضافة مؤتمر إعادة إعمار العراق معتبرا ذلك رسالة تدل على كرم المصلحة مع جيرانه